بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده نعمة الفهم وتزداد عظمة إذا انضم إليها حسن القصد والفهم هو نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد وبين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين الهدى والضلال لكن الله تعالى لا يعطي هذه النعم إلا لمن يقتربون منه سبحانه وتعالى ويسألونه الفهم ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله داود ونبي الله سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما اختلف القوم في دخول الغنم على الزراعة وكانت هذه الزراعة عبارة عن العنب دخلت الأغنام وأفسدت هذه الزراعة على أصحابها فاحتكموا إلى نبي الله داود فحكم لأصحاب الزرع بجميع الغنم ولما خرجوا وجدوا نبي الله سليمان جالس فقال لهم بما حكم لكم نبي الله داود قالوا حكم بأن تصبح الغنم ملكا لأصحاب الأرض فقال لو كنت أنا لحكمت بشيء آخر فعادوا إلى نبي الله داود فجمعهم وأتى بنبي الله سليمان وقال وبما تحكم قال أحكم لأصحاب الأرض أن يأخذوا الغنم لمدة معينة ويقوموا على إصلاحها وأصحاب الغنم أن يأخذوا الأرض وأن يعيدواها إلى أصلها ويقوموا على إصلاحها ولما ينصلحوا حال الأرض وتنصلحوا حال الأغنام نرد كل شيء إلى أصله ومن هنا فهمه الله تبارك وتعالى إعادة الأصول والثوابت إلى أصحابها بينما أصحاب الغنم يستفيدون من ألبانها وأصوافها وأشعارها لأصحاب الأرض والعكس فهم نبي الله سليمان هذا الحكم بفهم من الله سبحانه وتعالى وهذا ما نسميه العلم اللدني الذي ربما لا يسجل في الكتب إلا أنه نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد ورحم الله إمام الدعاء الشيخ الشعروي والذي كان يستنبط من معاني القرآن ما لم نجده في الكتب وإنما كان يجريه المولى تبارك وتعالى على لسانه منفعة للأمة السادة الكرام في قصة ذكرها الإمام البخاري رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأتان احتكمتا إلى نبي الله داود خرجتا بابناهما فخطف الذئب أحد الأبناء فقالت الأم الأولى الكبرى لقد ذهب بابنك وقالت الصغرى لا لقد ذهب بابنك قالت نحتكم إلى نبي الله داود فذهب إليه فحكم به للكبرى فلما خرج سألهما نبي الله سليمان إلى ماذا احتكمتما قال حكم بالابن للكبرى فعاد إليه قال ائتوني بسكين أشقه اثنين انظر إلى نبي الله سليمان والفهم وهذه الطريقة التي بها يعرف أصحاب الحقوق فقالت الأم الصغرى لا يرحمك الله لا تذبحوا لا تقتلوا إنه ابنها فحكم به للصغرى كيف علم أن الإبن لهذه الأم لما تحركت الشفقة والرحمة في قلب الأم رضيت أن لا يذبح الولد حتى وإن كان أو أصبح ابنا لغيرها ومن هنا فهم نبي الله سليمان أنه ابن لهذه المرأة فحكم به لها يجب على كل إنسان مننا أن يوسع الأفق وأن يوسع الصدر وأن يقرأ كثيرا وأن يجالس العلماء وأن يزاحمهم بركبتيه ليزداد فهما واتساعا وحكمة وعلما إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعمال العقل والدين يحب الحياة ويأمرنا أيضا بإعمال العقل والفهم وفهم مقاصد السنة النبوية وعدم الجمود وما ظهر الخوارج وما ظهر التطرف إلا من سوء الفهم لسوء فهم الآيات القرآنية والأحكام والأحاديث النبوية ومن هنا وجب على الإنسان أن يوسع الآفاق وأن يتعلم وأن يقرأ تعلم حتى تتكلم وإذا تكلمت فعليك أن تفهم والفهم هو ليس كل العلم لأنه يجب على الإنسان أن يتحدث بفهم الدليل ومناطات الدليل وإسقاط الدليل على الواقع المعيش وهكذا وكلما زاد علم الإنسان كلما اتسع أفقه وزادت رحمته وزاد لينه وكلما قل علم الإنسان كلما ضاق أفقه وتطرف وأرهب الناس بالأحكام والفتاوى نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالي من لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى موسيقى